سلامت بحاجة لقيد تداوي جرح مش لقيد تلوي درع بحاجة لقيد تمسح دمعة مش لقيد تضرب صفعة بحاجة لقيد ترافق درب مش لقيد تقطع طريق بحاجة لقيد تطبطب عالقلب مش لقيد تكسره للقلب لقيد ترقص مش لقيد تشل لقيد تكتب أمل مش لقيد تسرق حلم ايد تعطي على قد ما تاخد تفرج هم ترسم فرحة تكتب غنية تنشر قصة شو القصة؟ قصة امرأة أو رجل بحاجة لقيد من حديد لأنه قيد واحدة ما بتزقف وقيد بقيد بوجه أسوة الحياة قولوا الله اسمه مرتبط بقلعة حلب وممدينة قدمت للغناء العربي أرشيف مشرف صفوح شغالة شاعر أجمل الأغاني المطبوعة بالذاكرة لأهم الفنانين العرب بتاريخ يستحق يكون عنا فضول نعرف عنه ومنه شو القصة نسمع استاذ صفوح شغالة أهلا وسهلا فيك نورتنا بشو القصة؟ يعني حضرتك غاني عن التعريف اسمك ارتبط بأهم نجوم العالم العربي وبأهم الأعمال الفنية بالعالم العربي لمدة طويلة من الزمن طبيب جراح أغنية ضربت هالأد ناشحة حضرتك راحل شاكر الموجي وجورج والصوف تعرضته لأمراض أزمات صحية كبيرة أغنية بتقول طبيب جراح ممكن تجذب المرض بهالشكل لصناعة سبحان الله يعني كانت مش إنه فعل سيء بالعكس كانت فعل جيد بالنسبة لألي عملتلي شهرة كبيرة يعني سبب شهرتي في الوطن العربي طبيب جراح نعم لكن فيها عبارة أطب الكون ما تشفيني يعني هاي أنا ندمت إنه كتبت هالعبارة يعني أريت إنه كتب عبارة غيرة لأنه فعلا الأمراض اللي صابتنا لثلاثة ملق أطب العالم ما تشفيني بتآمن إنه الأغني إنه الكلام ممكن يجذب لشي يعني يجذب المرض مثلا بتآمن بها الشي بلكي الله بديش فيكي يعني ليش عب تحكمي على حالك إنه أطب الكون ما تشفيني حكي إنت و جورج وصوف بهالنقطة بقصة طبيب جراح ما حكيته هلأ هايدي أول مرة يمكن عم نحكي فيها هاي تحليلي أنا لأنه فعلا ثلاثتنا وصبنا بمراض ليه ما كتبت رجعت لسلطان الترب جورج وصوف كتبت له من فترة خسرت ريهانك وطبيب جراح واغني وطني زهرت بياسامي هو كان سلة الوصل بيننا وبين بعض ساش شاكر الله يرحمه شاكر الموجي ايه بالفترة الأخيرة بتعد يعني شاكر نعم ورجع على مصر وصار الاتصال مع أستاذ جورج صعب لابدو يكون سلة وصل بين شاعر وفنان ملحن يعني المشكلة من عندك إنه ما بتتواصل مع فنانين هو عادة يعني بالعادة الفنانين ليش تغلت معهم والفنانات فيه تواصل معهم أو المعروف عنك إنه لا تتواصل تشتغل عن بعد مش عن بعد هو عادة الملحن هو السيد مين قال كانت أم كلسوم تقعد مع الشاعر والملحن وتنخلق هيدا الأغني نعم كلسوم لا اليوم فيه فنانين يعني مثلا بعتيك مثل من الجيل الجديد مثلا زياد برجي بيقعد مع الشاعر بيطلعوا غنية ما هو هذا بعد ما بتنعمل الغنية الملحن هو بيسمع المطرق ما بتسمع كلام يعني أنا مثلا أقعد مع السيد جورج وأسمعوا كلام لا بس المعروف عن سلطان الطرب إنه بتهمه الكلمة قبل اللحن بعد ما هو معظم اللي بيشتغلوا مع السيد جورج ملحنين كبار يعني كمان بيختاروا بيعرفوا يختاروا بس ليه هالانتباع عن الفنان إنه ما بتهمه الكلمة لا مين قالك ما بتهمه الكلمة يعني أنا ثلاثة من اللي اتعاملت معهم مين السيد جورج نعم أستاذ ما في عنده غنية كلاما مش حلو طبيعا أو كلاما يعني مقبول لازم يكون حلو واستاذ شادي جميل نعم وفلت جزائريا وثلاثة بهمن الكلمة أبوها الثلاثة بفصفصو الكلام الكلام والسيد نجوه كرم كمان زوء صعب لأنه بتكتب الليلة ممكن كتير يكون السلطان الطرب عم بتابعنا عندك قصيدة اليوم لألوت يعني بحب تغني لي هالكلام بيلبق لصوتك بيلبق لإسمك بيلبق لتاريخك يعني أنا بتمنى طبعا إلي شي ممكن ينقال شي قصيدة هيا بده تحضير لأنه هتخيلي أنه جورج والسوف تكتسميغني لازم تكون ما تخرش المية يعني ما تخرش المية تعتلهم تعطي قصيدة لجورج والسوف مش بعتلهم كمان أنا شاعر يعني مش رح أعرض عليه شي أتوقع أنه ما يقبل فيه يعني لا لكن هو أدمى غنى يعني أرشيف واسم الله يعني عنده أرشيف كبير غني جدا صح يعني أنا من الالفين من الالف وتسعمية وسبعة وتسعين لما كان السادس جورج مع شركة ريلاكس عين كان ريلاكس عين منزلت له 11 كاسات لجورج والسوف إنتاج ريلاكس عين شو في 11 كاسات كم غنية فيه؟ يعني إذن أنت يمكن الموضوع اللي بتفكر فيه أنه غنى كل هالمواضيع غنى كلها طير صعب تمرئي من كل هالمواضيع فل الجزائرية كيف علاقتك فيها اليوم؟ كويسي كنت على خلاف لك اختلفنا بشغلة والإعلام بخمة لكن كتبت هي نزلت توضيح للصحافة يعني صار فيه أخده ورده جدل وقلت تعنتني بدهري يعني صار فيه جدل خلاف يحدث بين أي اتنين ليه طلع على الأعلام ليه طلعتوا على الأعلام بيصير كتير خلافات بين الفنانين مع بعضهم فلّة مزاجية يعني تخانيت مثلا اليوم بكرة بتشوفك كأنه ما في شي حبيب قلبي كيفا خلاص ليه بتقول دعانة لفلّة؟ تستاهل كانت تستمر أكتر ليهي مش مستمرة اليوم؟ الفنان مش بالصوت شو الفنان؟ فنان دعاية فنان إدارة أعمال شخصية كمان؟ كله هذا بلعب دور لما بتبتعدي عن السوق وبتقدمي أعمال مش بمستوى ما عارفك في الجمهور شو مشكلتها فلّة؟ حدد لي إياها مشكلتها ملولة بتمل؟ ملولة ورغم إنه هي فنانة كبيرة ومقتيرة صوتية هاي إيه؟ بحكي لك أنا لما تعرفت عليها بالألفين أنا بيني وبينها خمسة وعشرين غنية تشكرات من أحلى الأغاني تشكرات يعني بيناتنا أعمال خالدي يعني معلمة ما استمرت بالإيقاع اللي كانت أول ما نزلت فيه على السوق الإنتاج اختلف الاهتمام اختلف حبيتها لفلّة كأمرأة؟ هي بتنحب كصديقة يعني معشرينية كريمة بتحب البسط بتحب الانطلاق يعني دائما ضحوكة لكن في إلى وجه آخر إذا عصبت ممكن تكسر يعني مرة بتتكن علاقة عاطفية متل من حكى بالكواليس بيني وبيني فلّة؟ عوزو بالله لا أول ما نزلت على لبنان كانت عنود معليقي صديقتنا المشتركة هي اللي جابتها للبنان صح ووقعت معروتانا فأنا تعرفت على فلّة عند عنود بالبيت واللي أخذني لعندها شاكر الله يرحمه لأنه هي صديقته من من باريس نعم شاكر كان مطرب قبل ما يكون ملحن يعني كان يغني بباريس و بيعرف فلّة من هناك يعني بيسهر عندها بتجي بتسمعه وهو بروح بيسمعه يعني محن ما بتشتغل إجاد قال لي بتروح معي عند فلّة جزائرية عند فلّة جزائرية قلت له من هي فلّة جزائرية قال لي هي مطربية خطيرة صديقتي المهم رحنا عند عنود فقعد هو وفلّع بسمعه أغاني وأنا قاعد مع عنود بتعرفي عنود بتخش في الواحد يعني بتحسسك إنه هي صديقتك من ألف سنة ودودة و صحيح فقلت له قلت له قلت له أنه عم بحضر له كاسية قلت له سمعته شي من ماردورسيان من أستاذ جورج أستاذ جورج ماردورسيان قلت له لا ما بعرفه قلت له لا تسمعه وحتى تروح هيتسمعي من جورج شاكر عم سمع أغاني يعني طرب و مش هي عم بتدور على هاللون هي براسة مخة شي ملقته عند شاكر فالمهم تاني يوم رحنا عند أستاذ جورج تشكرات كانت عنا صلى شي سنتين ما حدا سمعوها كتير باعتقد أصالة مرة صرحت إنه كانت بتحب تغنيها لا هي غنتها مع فلة بترات التع وهي كانت تتحب إنه تكون لقلة بعدين صرحت ممكن نعم فبهالجلسة عطيناها ست أغاني من ألحان أستاذ جورج كأنه لقتها لقت الضالة طبعا أنا جيت للبنان خمسة وتسعين آخرى نزلي غنيتين سوا من دم إنسى غرامك ويهل الأعشيك للسدة دي أنا حتى نعم فانشهرت بفترة قياسية صغيرة وقال لك وقت سيمون أسمار الله يرحمون زلت بالبراشوت أنت نعم نعم ونزل عليه بمجلة الشبكة على الغلاف إذا بدك أغنية شغالة عليك بصفوح شغالة إذا بدك أغنية شغالة عليك بصفوح شغالة أو الزمن تغير هاي مهنتي أنا مهنتي شاعر نعم يعني مهنة الكتابة عندي مهنة هوا العنوان أعطيني عنوان مميز بتأخذي غنيها بعد خمس دعين العنوان هو اللي بكتبك طبعا العنوان هو الدخول مين لازم يعطي العنوان مش أنت بتطلع العنوان عبتقلك يعني هو عنوان بالنسبة لي كمهنة مهمتي أفتش على موضوع عنوان حلو نعم عرفتي على تشكرات عنوان حلوة حلو العنوان فرصة عمر فرصة فرصة عمر عنوان طبيب قراح عنوان من دم عليك عنوان يعني أنا تتلمزت على المدرسة القديمة كشاعر غنائي نعم تتلمزت على أستاذ أحمد رامي الله يرحمه أستاذ بيرام التونسي وجميل مرسع الله شوال أسماء ايه هدول أنا نهلت أحكيلك شلون حكيلي ايه بالتلاتة وتسعين سافرت لمصر نعم كان وضعي المادي تعيس فأركب مواصلات عامة نقل عام نعم المواصلات بمصر زحمة وأنا ساكن حد المطار وبدأ أنزل على التحرير يعني شيء تلاتين كيلومتر أربعين كيلومتر تخيلي بالزحمة وواقف علي والديني شوب أجاني خاطر قال لي دك تكتب شعر تقول له إيه قال لي جيب ديوان أحمد رامي وديوان بيرام التونسي أنا بحكي مع حالي وقف اللوتوبيس والفجالة نزلت عالمكتبات جبت هالديوانين جبت هالديوانين أريتهم بنهم أنا قارئ نهم إيه يعني ما بنام لا أخلص الكتاب مثلا أو القصة أو الرواية كلال يومين قرأتون طالع بالباس كمان قال لي قرأتون وقلت له قرأتون صوتك عم بقلك صوتك الداخلي الآخر قال لي جيب دفتر وطلع القوافي الموجودة بهالديوانين أكتشفت أنه أحمد رامي مكتشف قوافي جديدة وبيرام التونسي له قوافي هو مكتشفها جديدة نعم فلما فرّغت القوافي صار عندي جميل مرسي عزيز مرسي جميل عزيز صار عندي اللهجة المصرية طيعة بالنسبة لي يعني أنا مثلا عالي وبالي خالي شالي ولا على بالي وبالبالي هالقوافي هاي في قوافي أنا ما بتخطر على بالي لقيت عندهم خطرت عبالك بعض ما قلت صح الله أنا بقدر أكتب باسلوب أحمد رامي وبقدر أكتب باسلوب بيرام التونسيس استقدمت قوافي هالقوافي هدول بعدين صرت أفرق قوافي فيروز عبدالحليم إيش بيقع تحت ده شو اسمه يعني وحي إنه يستوحي تأثّر أو شو؟ يعني وين الإبداع الشخصي هون حبتتطلعي أولا على ما كتبه الأقدمين يعني هالله حضرتك بتسمعي مثلا غنية ما بس ما ممكن تحفظي كلماتها كله عرفتي؟ لكن لما بتقرأيها بتشوفي شلون الشعر مقطع الأغنية إنه الأغنية مذهب وكوبليات نعم فبتشوفي كيف مقطع أنا ما كنت بعرف كيف تنكتاب غنية تقوله تعلمته يعني الشعر الفصحة ما بتكتب أساسها فوح شعر إباحي يعني أنت بتتجنب كتابة الشعر الإباحي يعلم أنه بتحب نزار وتأثرت بنزار ليه ما بتكتب؟ ليه بتقرأ شعر إباحي ولكن لا تكتب هذا الشعر؟ وشو هي القصيدة اللي تأثرت فيها تحديدا من شعر نزار؟ فيها هيك جرأة؟ كل قصائد نزار فيها جرأة حتى السياسية فيها جرأة طبعا السياسية فيها رسائل سياسية كبيرة بس نزار هو أبو الجراءة أنا عندي قصائد لنزار بحبه كتير يعني شي قصيدة جريئة ما بتتجرأ أنت تكتبها بس بدي إسمعها منك هلأ بتتجرأ تقراها و بدي إسمعها منك لأول مرة بالنسبة لأستاذ نزار أنا حفظان شعره اللي أنا بحبه يعني عشرون عاما يا درب الهوى ولا يزال الدرب مجهولة فمرة كنت قاتلا وأكثر المرات مقتولة عشرون عاما يا كتاب الهوى ولم أزل في الصفحة الأولى شو حافظه من الشعر الجريء؟ الإباحي؟ نعم مالي حفظه ليه؟ بتخاف من الإباحية يعني؟ مش بخاف يعني عاية ممكن كان في مرحلة الشباب مقتبل العمر إنه بس بالإعداد نحنا عم نحضر معك إلي التقصيدة قريت شي لنزار جريء هو البغل؟ كتب البغي فين إسمع شي منه؟ هو يعني عبي يوصف مكان فضل بيقول علقت على بابها قنديلها نازف الشرايان محمر الفتيلة غرف ضيقة موبوءة وعناوين لماري وجميلة وبمقى الحي حاك هرم راح يجتر أغانيه الزليلة وعجوز خلف نرجيلتها عمرها أقدم من عمر الرزيلة إنها آمرة البيت هنا تستعتب الكسلة وتسترض العجولة بعدين بآخر قصيدة بكتب بلسان وحدة وهذه المجدورة الوجه زوت كوباء كبعير نتني صدرها حبة تين نشفت رحم الله زمان اللبن فالعصافير التي كانت هنا تتغذى بالشذا والسوسني طارت بعيدا عندما لم يبقى في الأرض غير الدمني بعدين بيحكي بلسانة بتقوله إنها الخمسون ماذا بعدها سيدي؟ غير هذا الكأس أستهلكه غير هذا التبغي يستهلكني غير رب كنت لا أعرفه وأراه الآن لا يعرفني بيحكي عن مهنة البغاء واللي بتوصلوا هذه المهنة وعن بيت بتديروا إمرأة بس فيه احتقار شديد لهذه المهنة يعني للمرأة التي تمارس البغاء بعدين بينصرها بينصرها؟ لأنه مش كل إمرأة تمارس هذه المهنة اختارتها بيه؟ يا تجار اللحم يا لصوصه يا تجار اللحم يا لصوصه أهكذا لحم السبايا يأكلوا منذ أن وجد الحب على الأرض أنتم الزئب ونحن الحملوا وسرير واحد ضمهما تسقط البنت ويحمى الرجل بالغناء الحلبي وما فينا ما نذكر أول شي تحية كبيرة لحلب أستاذ صفوح شغالي وحضرتك يعني عمود من أعمدة حلب بالثقافي والفن والجمال وأنا شات بحلب مجروحة صباح فخر الكبير الله يرحمه طرام الله يرحمه غنى أنس فخر غنى أنس فخر طبعا عم تذكر أنس كشو؟ كوجه كوجه شو؟ يعني فنان يعني أنس في داخله عم مارد محبوس جوه النينة جوه قمقم أنس فخري في داخله مارد محبوس جوه قمقم نعم هيدا كلام خطير لا بالعقس شو بيعني عبالك فنان في داخله مارد محبوس جوه قمقم شو بيعني هالكلام عبده من يفتح له القمقم مين؟ أنا بفتح له صفوح شغالي بيفتح لأنس فخري هذا القمقم لا يعمل شو؟ لا يظهر هذا المارد ويعمل شو؟ لا يغني عم بيغني أناس يصر له ما بياخد لونه أين لازم يغني؟ ما بيعرف يظهر الفن اللي جواته عنده فن حقيق جواته؟ طبعا فنان عندك شي لقلو عندك قصيلة؟ طبعا أنا اللي عندي شو هي؟ عندي غنية حلوة إزاب غنية بنجم بنجم؟ نعم هو معتبر حاله نجم اليوم؟ ليس كما ينبغي يعني يعني فيه نجوم ضوءة لسه ما وصل على الأرض عرفت ايه هو من هذه النجوم لضوءة مسافر عبر الزمن يعني من ملايين السنين لسه ضوءة ما وصل على الأرض بكلامك استاذ صفوح فيه سخرية؟ لا بالعكس شو عاتيني الأغنية قصيدة اللي بتقدمها لأنس فخري من خلال شو القصة اللي يغنيها؟ بقى رغم الحذر عنوانا فضل رغم الحذر منك ومن ثورة البركان واللي صدر عنك وعن هيئة الأركان نمت وملأ جفناي ما همني كترة داي للراح وللي جاي ولا كائنا من كان رغم الحذر منا تهدد وانت ما تقدر تحط عيوني بعيونك يا حجم الصغير ما يكبر مع الأقزام يصفونك ولو كترت ما تكتب يا البيعات يعطوناك يدون الصفر بحسابي وكل ما شوفك أتأسف كنقطة حبر عتيابي من منظرها أتأفف ومهما تقول بغيابي عن الردات أتعفف نمت وملأ جفناي ما همني كترة داي لا الراح ولا اللي جاي ولا كائنا من كان رغم الحذر منا هذه قصيدة هجاء ورد قاسي من صفوح شغالي على كلام أنس فخري بشو القصة الذي تناول فيه كبار من حلب وحضرتك كنت منه عيب علي نحن نحترم نحن قلنا وقته نحترم رأيه ولكن حق لا ما بحترم رأيه لأنه رأيه غلط نحن أنا كإعلام مضطرة أنت حقك مع احترامي للجميع نحن نحترم رأيه لا تحترم رأيه لا أساءل لكم أساءل لحلب أساءل لمدينته لأنه اللي شتمهم رموز مدينة نحن من غار عشادي جميل ومن غار عسمير جركاس لأنه هدول فنانين كبار عيب إله مآخذ كان بإمكانه يحكي كلام مش هيك بيقلة أدب ما تواصلته معه؟ لشو نتواصل معه؟ يعني هو اعترف بحلقتك أنه عاب يزور الطبيب نفسي فشو بدك تحكم ندعي له بالشفاء ما الله يشفي يا رب لكن هو فنان كبير داخله فنان أسئلة قليل أدب قليل أدب فنان كبير ولكن قليل أدب أسائل إرث وتاريخ صباح فخري برأيك؟ يعني حلب أجمعت على حب صباح فخري حلب والعالم العربي والعالم يعني بشكل عام حلب أجمعت على حب صباح فخري وحلب أجمعت على كره أنا الصباح فخري تصريح خطير ما بتشوفي تعليقات لعب شفت بعدها لليوم تداعيات هذه الحلقة أنا مش عبه هاجمه الله يصنحه لكن هو إنسان عنده رأي فن ويخلي لأمه لأمه؟ هل برأيك؟ أبو خلي لأمه هيئة الأركان هيئة الأركان العصابة لحواليه عنده عصابة أنا صباح من هي العصابة؟ لعب تزين له أعماله تعرفي كل واحد في حواليه أولك إذا سمع الأهل قصيدة برد بقصيدة برد بغنية ممكن يغنيها أنا بتمنى يرد ليه؟ بتمنى بشتغل الإعلام هبتشغل هنا من يحسي صفه برجع لصباح فخري وموضوع بالقدود الحلبية فيه أنت جودي فصليني وفيه كلام يعني يمطل مالك جوز يا مسعد الصبحية وشفته بيداره حل زراره كله هو كلام يعني من العيار التقيل وبنغنيه نحن وعادي علما نقول اليوم إذا فنان نزل غنية فيها شوية إيحاق بتقوم الدين وما بتقعد شو الفرق برأيك؟ فيه سأل أنيل من هيك شو؟ يا طالع الدرج تنورتك لاحت يا شوك سيب أن هد أمي علي صاحب هيا جاي عليها نقوط يمكن بخزينة بنج المركزي مين غنيها؟ سمير جركس نعم تحية لقلو أستاذ سمير أستاذ سمير أول من غنالي وصاحب فضل عني تحية كتير كبيرة لقلو قالنا قلو عز كبير عنها ليه ما كتبت هيدا النوع من الأغاني؟ ماو ستايلي أنا أتجنب فحش القول لماذا؟ لأنه فحش القول من ناحية دينية؟ طبعا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني يوم القيامة أنت كتبت أي؟ لا والله يا ربي ما كتبت هاتوا الورقة واش تفضل تحاسب خطك اللي ما وخطك الشاعر يحاسب أكتر من الإنسان العادة؟ الغناء حرام أستاذ صفوح اليوم في جدل حول هالموضوع والله إذا غناء مخل طالما عم ترجع للدين أنا عم بسألك فيه حسن وفيه سيء نحن مناخد الجانب الحسن يعني عدم التصريح عدم الإسارة الغرائز ما تخدوش الحياة طب صباح فخري فنان عظيم نعم أثار الغرائز بأغاني بعد روحر حرام هيدا الشيء؟ أخطأ لعمل حرام؟ هلأ بدأ أسألك سؤال يعني هلأ مثل أيام طالع الدرد شابون تكلاحي يعني أنا ما بسمح لبنتي تسمعها سامير جركس كتبت له وغنى كمان بس أشو كتبت له تعرفي شو كتبت له طب حرام لغنىها سامير جركس وحرام لغنىها أساس صباح فخري مش إباحي التصريح كله يولام أنا أتجنب أن أولام قدر الاستطاع ليش لأنا أصرح أنا ما عندي أغنياء وحبيبي قاعد جنبي دائما بعيد ليه؟ ما الحبيبي بيقعد بجنب ولا لابد يكون بعيد أنا حبيبي بعيد شو هالحب لبعن بعض يلا من دم عليك قريب ولا بعيد انسى غرامك قريب ولا بعيد ما هيدا لقلت لكي بالأول دائما في خوف من الحبيبي يقرب أو رفض لهذا الحبيب يعني أنا عما أتجنب الإصارة لأنه هالله إجدأ أوصوف في ناس بتوصف الرمان أنا ما بعيد هذا موجود بالشعر في شعر العذري وفي شعر الإباحة أنا خليني عذري بتفضل تكون عذري إذن صباح فخري لما غنى السيد صباح فخري طبعا ما حفظ الألقاب لما غنى هيدا النوع من الأغاني كان يعتبر فنان إباحة تميت جركس زيت الشي مش هو إباحة بمعنى إباحة بمعنى شو؟ الجمهور عايز كده وهو ماشي مع الجمهور عايز كده شو بنسميه طيب هيدا الشي اللي عم يتغنى يعني أنا أرجو إنه ما يحملوا عواقبه تركتون لربهم يعني هون عم بتقول حضرتك إنه رب العالمين ممكن رح يعقبهم ع هالأغاني بتتركهم لرب العالمين هو همنا أحرار أمي نامت عبكير وسكر بي البوابي وأنا هربت من الشباك وجيت لعند العزابي لسيدة فيروز فيروز زنبه مغفور غير زنبه مش مغفور بعتقد حتى لو راهت عند العزابي صبح فخري ربنا بحاسبه حتى لو راهت عند العزابي بالليل بعتقد فيروز محترمة جدا يعني ما بتتخيير ما بتظني فيها سوء شو ها التقليه لا إنساني فيروز 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 شو ها بتحدي شو فيروز قل لي فيروز ما بكرر الزمان بس فيه انحياز يعني غنت لمعظم شعراء الوطن العربي ألحانة متنوعة حيات تراس يعني هلا نحن الأندلسيات طبعا أستاذ فيروز عالمية ولكن هون استيسافوح أنت عم تعذر فيروز عم تغني أغني في هائحة ولكن لا تعذر صباح فخري لما غنى أغني في هائحة أمها سكرت البوابة نامت عبكير وأبوها سكر وهي طفت من الشباك وراحت عند العزابي بجوز ما تلاقي عم تعطيها عزي طيب أوكي خلاص ماشي الحال ننتقل لموضوع تاني بطلت سوم وصلي للفنان الكبير كمان ساميراتوفي بدي أعبة تسماكي تشجع على شو؟ على الكفر؟ حلا بالديانات الثلاثة فيه صيام مفيصلة نعم مزبوط؟ صح طيب أنا ما واحد عقول ليه بطلت أصوم وصلي إيش معناتها؟ أغنية عم يعني هي تعبير مجازة عن الحب الكبير لست مفتين ميش معناتها تصير لست مفتين إي بس من وجهة نظري من وجهة نظري أنا بعتبرها يعني شو؟ عطيني هيك جملة واضحة أنا أتجنب أكتب هيك كلا لماذا؟ شو بتعسببها؟ خاف بتخاف من الله؟ يقول لي تفضل روح خزوه إلى الجنة أو خزوه إلى النار بطل يروح ليش خايوب أطلت السوم وصلي دعبوا تسماهي عيوة وعجهنم وعجهنم ليش يا بو عجهنم أنا وياكي أين خذوه؟ تفضل ما المجاز بالشعر ما حضرتك شعر يحق للشعر ما لا يحق لغيره فيه لا حق يحق أن يكفر يعني هذا كفر ترجع للدين ترجع للقرآن وتعمق بالدين شو بيقول القرآن عن الشعراء استاذ صفوه؟ في سورة في سورة عنوان الشعراء نعم سورة الشعراء الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا أدلكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ إلا الذين آمنوا استسنى من الشعراء اللي يهيمون وفي كل وادي ويقولون ما يفعلون إلا الذين آمنوا بني حفظان البقية يعني استسنى من الشعراء الشعراء الذين آمنوا الشعراء يتبعهم الغاوون وفيه شعراء مؤمنون الإبداع بشكل عام ما بيخضع لها السروط والقيود؟ ما بتحد هذه القيود الدينية الإبداع؟ يعني ربنا مش أرحم؟ أحلى قصائد الغزل والنعم اللي بيعطيك إيها رب العالمين في الإبداع بدو يحاسبك على؟ أحلى قصائد الغزل قيلت في في الشعراء الصوفية أحلى قصائد الغزل حلاج وغيره ابن عربي ابن الفارد الحلاج قتل نهج البردة قرأي نهج البردة تعرفين؟ بس على هالحالة معظم الشعراء يتبعهم الغاوون لأنه بالشعر فيه نزاق نعم نحكي عن زرقباني يوم القيامة فيه لواءين للشعر وكل أم إلى لواء نعم فيه لواءين للشعر لواء أمرق القيس ولواء حسين بن ثابت رضي الله عنه رضي الله عنه ما قلت عن أمرق القيسر شعر الرسول ما قلت عن أمرق القيسر حقاً من الجاهليين أصلاً هتكبروا على النار وهتكبروا على الجنة الله أعلم تعرف هالكلام اليوم رح يثير حفيظة كتير من الشعراء اللي ما تشبه بشكل عام هالحالة الإبداعية للشعر يعني الشعر هو فضاء رحب نزق جنون قدام شعر أنا ملتزم جداً بهذه الخطوة أنا عم بحكي عن حالي أنا ملتزم سوف تنتقل ومن بيئة صوفية كمان لأشعار صوفية كتير نعم وهيك ربيت أنا لا أجذب في شعري لأنه الله قال يشبهك شعر يقولون ما لا يفعلون أنت تقول ما تفعل أنا بقوله أفعل يعني رغم الحزر منك فعلاً يعني ورغم الحزر منه يعني ما ما بتراجع عن كلمة قلتها نرجع لها حكينا من شوي عن فلال جزائري تعاونت مع ملحنين جزائريين ايه تعاملت تعاملت مع الموسيقار نبلي فاضل نعم أستاذ نوبلي أعطى مطربين كتير من لبنان مثلا أعطى أستاذ الله يرحمه وديع الصافي أعطى ل ما بيحضرني يعني درس الموسيقى في مصر مع هذه الموسيقى كان مسؤول الإزاع في الجزائر تعرض لمرض زهايمر أخو أنا تعرفت على نوبلي هوم ببيروت بالألفين يمكن أعطاني أغنية أكتب له عليها لحن أعطاني لحن أكتب له كلام عليها لأنه أنا متخصص أنه أكتب على لحن لأنه أستاذ جورج ماردوريسيان اللي هو يعتبر أستاذي ما بيلحن كلام بيعمل لحن بكتب له علي كلام ما ندم عليك تشكرات إنسى غرامة كل هذا كلام أنا أكتب على لحن فأعطاني لحن وغاب بعد عشرين سنة اتصل فيني أخوه أستاذ صلاح وتجهلون تحية اللي ممكن تعملي تنازل على أغنية كذا أنا نسيانة فهو بالصدفة أخوه مريض فقد الشعور يعني بالكلام وحركته صارت فاكتشف شنطة فيها كاستات فلاقه ألحان بده كلام أو ألحان بده تغيير كلام فتعاملت معه بشي ثلاثين أغنية ولحد الآن تعاملنا مع بعض مين من فنانين اليوم عبالك هيك بتحب إنك تعطيه شعر قصيدة تقول صوته حالته الفنية شخصيته بحب إنه يغني لي من جيل اليوم بسوريا بلبنان بمصر يعني اليوم بتمنى إنه النجوم اللي تعاملت معه أرجع أتعامل معه ليه ما صار فيه تعاون؟ يعني نجوة وعاصة وجوج والسوف ونوال طبعا ما حفظ الألقاب كله هذا متوقف على الملحنين يعني أنا في أزمة بها الموضوع أنا مو بتعديد في أزمة ملحنين مش أزمة شعره اليوم هي في شعره وفي ملحنين كل جيل له طابعه طب بتحب تتعامل مع اللي تعاملت معه من الجيل الجديد مين الصوت مين الشخصية الحالة الفنية اللي بتحب إنه تغني لك الإنسان دايما بتطلع على الجديد فيه نجوم جدادي اليوم فيه نصيف زيتون فيه محمد المجذوب إذا بدي أحكي سوريين يعني في كتير أسماء وبلبنان فيه حدا هيك بيلفتك بتقول بحب إنه يصير فيه تعامل بيناتنا ما فيه حدا معين ما فيه حدا معين كيف رضاك عشوعراء الأغنية اليوم الجداد اللي عم بتغني لهم آليسة ونوال الزغبي وكارول سمايحة وعاصة الحلانة وقال كفوري أصالة يعني عم نحكي أحمد الماضي علي المولى وغيرهم من الأسماء اللي عم بيتغنالهم بالعالم العربي هلأ أستاذ علي المولى وأستاذ أحمد الماضي شاعرين عم تقول عنهم أسادزة طبعا أستاذ صفح شغالي بعمرك بقيمتك بخبرتك تقول عنهم أسادزة أسادزة طبعا ما أحترامنا لأقلهم أحنا نحبون كتير أستاذ زار فرانسيس كمان شاعر أسادزة إذن طبعا هدول هدول الدنيا ولادة طبعا كل مرحلة في إلى شعراء من الشاعر الذي أساء إلى الأغنية العربية اليوم أو أي الغنية اللي أساءت للأغنية العربية استسمعت مؤخرا ضربت كسرت الأرض لا يعدوا أعطيني هيك غنية ضاربة بتعتبرها موسيقى لا عم تدمر هالجيل هالضائقة الفنية يريت بتعطيني عنوان ما بتأدخل فيه عنوان حاشتي اللي حكيته ما علي هيده بديها منك بسعين جنو نطو هاي أغنية فيها كلام أصلا فيها شعر خلصت هي زاهرة وخلصت ما هي الأغاني اللي بتضرب هالله كلها زاهرة في منك عفريس في منك عطوت خلصت كلها زاهرة الغزالة رايئة يعني بعد فترة بتنتسع بس كلاما منو سيئة ما في أغاني خالدي ما بقى في أغاني خالدي أو ما في أغاني خالدي خالدي ما فيه ولا أغنية خالدي قليل جدا يعني عب ينزل على السوق خمسة تلاف سبعة تلاف أغنية بالسنة اللي ممكن يكون خالدي أغنية أو غنية تاب استاذ صفوح شغالي بعد بتحب تقولي شي بختام هيدا اللقاء بشكرك بشكرك كثير شكرا لقناتك الكريمة على الدعوة شكرا لحضرتك يعني أرجو أن نكون خفيفين على برنامجك كنت خفيف وتقيل تقيل بالمعنى بالمحتوى يعني أشكرك شكرا جزيلا لك وأنا بتشرف وتشرفت كثير أنه حضرتك وأرجو أنه بالمونتاج إذا أسأت قصه نحن غاون نحب نقص شكرا كثير صفوح شغالي حضرتك اسم كثير كبير نورتنا بشل قصة عن الشاعر الحالي الفنية صناعة الأغاني القصص الشخصية والردود القاسية سمعنا من شاعر أعطى للفن الكثير شكرا على صراحتك الشاعر صفوح شغالي بسموه نجم حلب ونحن بنسميه ابن حلب اللي ما أنجبت إلا أصوات رائعة ونجوم بأصواتهم وأغانيهم بيشبهوا جمال حلب وقلعة حلب فارس أحمر شو القصة؟ بنسمعه أهلا وسهلا بالفنان فارس أحمر من حلب نورتنا فارس معروف جدا على مستوى حلب ولكن بعدك عم تجرب يعني تلاقي هويتك خارج هالمدينة هلأ فينا نلاقي الهوية بالأغاني خاصة بانتقاء كلمة صح لحن صح اختيار طريق يعني الفنان بحاجة لأنه يختار سكة لألو اللون لألو يحس حاله فيه واللون بنفس الوقت هو يختار يحس إنه فيه انسجام بيناتهم لحتى يقدر يوصل شيء بداخله إبداع معين يحس إنه هاي الكلمة رح توصل للناس الانتقاء هو شيء كتير مهم عند الفنان انتقاء الكلام انتقاء اللحن بكافة انتقاء الكلام واللحن والصوت الحلو يعني حلب والليدي للإبداع والأصوات الجميلة بس الليلة اللي طلعوا من حلب وانشهروا بره حلب شو العائق يعني انشهروا عربيا العائق شركات الانتاج نحن بسوريا معنا شركات انتاجية تتبنى هذا الموضوع اليوم الأغنية صح كلاما ولحنا وتوزيعا والماركتينج مكلف جدا فعم نضطر أنا بشكل شخصي عم نضطر أني أنا أنتج على حسابي شخصي الخاص بدون داعم مادي هلأ ممكن هذا الشيء يعمل تأخر بالوصول ولكن الأمل دائما موجود طالما في أمل في نجاح إن شاء الله ولكن ممكن يتأخر بسبب رهي العوائق في إسرار وفي متابع وهذا سبب وجودك معنا الليلة شو القصة يمكن إن شاء الله لتوصل لجمهور أكبر مؤخرا ارتبط اسمك ونزلت عمل حلو كتير يعرب الحلبي يعرب الحلبي يعني العربي الحلبي الأصيل شو قصة هالأغنية؟ شفنا هيك كبار من حلب عم نتابعه هيدا العمل ولفتني أنا الحقيقة ومن هون كان يعني دعوتك لتشريفنا بكل سرور ومتشرف هلأ بداية نحن العمل كلمات الأستاذ الشاعر كبير الأديب الكبير أستاذ محمد قجي هلأ قبل ما نحكيه بتفاصيل وفي أماني أنا لازم وصل لك إياها في كتاب طبعا هو الكتاب الذهبي تمام الكتاب الذهبي وكان أمين فعالية حلب عصم الثقافة هو رئيس فخري لجمعية العاديات بسوريا نعم فأمني بهذا الكتاب لحضرتك شكرا 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 مع أهدائه شكرا الله يسلمك شكرا تحية لألو أكيد أكيد أستاذ كبير حمد قجيه شكرا كتير مخطوه بمكتبة شو القصة شكرا تحية لحضرتك ولألو لجميع المبذعين من حلب الله يسلمك فضل شو قصة هالأغنية؟ الأغنية هي كلمات طبعا الأستاذ القدير محمد قجيه الحان خالد فؤاد حيدر الأستاذ محمد قجيه كان مازال طبعا يعني بيسق بي كتير بيسق بالشاعر الأستاذ صفوح شغالي شفناه كمان بالكليب يعني عم بيتابع أستاذ صفوح شغالي تمام ففوضوا بالموضوع بشكل كامل قالوا أستاذ صفوح أنت بدك تختار الشخص المناسب الستوديو المناسب الموزع المناسب الروح الحلوة يلي تخدم هذا العمل لأنه يعربي حلبي هي قصيدة تخلد لحلب وتضيف للفنان وترفع من مستوى الفني بتقدم له رصيد كتير كبير وبتحمله مسؤولية كبيرة لانتقاء شيء آخر فيما بعد أهم بدأي أسمع لأنه أنا حقيقة يعني حبيتها كتير بس نحب نسمع إحنا والمشاهدين تماما أنا واشي سمع الكلامة وغني لك ياها فضل أهواكي يا حلب الشهباء فاقتريبي وعانقيني لأرقى فيك للشهبي يا درة في ضلوع الصخر طالعة يعنوا لك الصخر في عجب وفي عجبي تطاولين الثرية قلعة شمخت وطاولتها الليالي وهي لم تغيبي هي الحياة سلافات معتقة بالأمنيات إذا تنبو وانتصبي مدي ذراعيك يا شهباء والتقطي زهر النجوم ورشيها على الكثبي طوقت جيد الدنى مجدا ومكرمة حتى غدوت منار الدهر للعربي هنا تهدى بنو حمدان في ألقن وراقبتهم عيون الدهر في عجبي طوقت جيد الدنى مجدا ومكرمة حتى غدوت منار الدهر للعربي هنا تهدى بنو حمدان في ألقن وراقبتهم عيون الدهر في عجبي وراقبتهم عيون الدهر في عجبي إن فاخر القوم في أرض وفي نسب إذا لفاخرت أني ليار بالحلبي إن فاخر القوم في أرض وفي نسب إذا لفاخرت أني ليار بالحلبي إن فاخر القوم في أرض وفي نسب إذا لفاخرت أني ليار بالحلبي هيدا أغني مهمة قيمة للتاريخ طليقبة حلب اليوم الجمهور إذا تنزل غنية على يوتيوب قد تجيب هيدا النوع من الأغاني بيجيب نسبة مشاهدات هل أنت لشو عم تسعى كفنان شاب اليوم عنده هالقدرات الصوتية أنا عم بسعى لموضوعك هنا مهم أنا عندي رسالة من وقت ما بديت بموضوع الفن أنا لا شك لا شك أنه اليوم التعاصر مع الجيل الجديد الشباب والصباية اللي عمري أنا بالنهاية يعني شاب عمر 30 سنة صحيح ولكن ولكن كتير حلو أنه نحن نتربع التراث وننهل من التراث ونستفيد منه ونكون أقوياء بأداءنا بسببه وبعدين ما نحن منحب وبعدين فينا نعمل هوية لحالنا بس ولكن بين قوسين بالحفاظ على التراث توصل؟ شو اللي عم يدرب اليوم؟ هلأ شوفي بتدرب أي غنية هلأ اليوم الغنية الهيت الجديدة عم بتدرب ولكن ما بتعلم اللي عروبي الحلبي هلأ هي يعني أنا بعطيكي مثال بسيط هي إحدى أسباب أنا قدومي اليوم أكون معيك بالبرنامج طبعا هذا شرف كبير لأليو بيضيف في رصيدي كتير تسلم فنحن بنرجع للمبدأ اللي كنا بنحكي فيه من شوي أنه هي ممكن توصل أبطأ شوي ولكن هي خالدة كلامة كلامة لحلب اليومي لحلب ما في هالعمل الضخم يلي نعمل بهاي الفترة الوجيزة طبعا أنا بدي أوجه في أعمال أدي من عملة كتير لحلب ولكن هلأ مؤخرا أكيد أنا بدي أوجه تحية لكل الناس شغلت بداية أستاذ محمد قجة أستاذ خالد فؤاد حيدر مرحين الإشراف الفني أستاذ صفوح شغالة هلأ رح نحكي هيك شوي عن الموضوع الأخ الكبير والشريك النجاح دائما أنا بسميه صاحب الستوديو اللي هو يشتغل هذا الموضوع أستاذ باصيل يعقوب أنا بوجه له تحية كتير كبيرة وبتشكره كتير على التعب اللي تعبوا معنا يعني إذا بقلك ليلا ونهارا لا توصلوا لا تأتدسها حالية أنا بكون إن شاء الله يعني وفيتهم حقون أستاذ بوراقت الناري أستاذ غسان عموري أستاذ مصطفى حموين نحن عملنا كتلة كان في عنا شغف حب حبينا هاي القصيدة حتى هي الفنية الرائعة على حلب أستاذ فارس أنت من مدرسة كمان صباح فخرين تلمزت على إيد أستاذ صباح فخرين ولما تكرم أستاذ صباح فخرين طلب أنك حضرتك تغني أو تكون موجود طبعا الحمد لله بيدار الأوبرا ب2019 ما كنت مع الكورس كنت نو لأ كنا نحن نحن كنا خمس مطربين مين كان عم بيغني وقته مين طلب استاذ صباح فخرين بالاسم يعني الشباب اللي كانوا معه وثلت ربعهم كانوا بالكرال نعم أستاذ عبود حلاء أستاذ محمود فارس المنشد أستاذ أحمد غياري أستاذ صفوان العابد وأنا كان اللي الشرف أكون وأبنه أنس أنس فخري كيف علاقتك بأنس فخري؟ علاقتي صدقة مودة محبة ما في أي شيء آخر بيني وبينه بحترمه وبيحترمني وما في يوم يعني صار فيه إساءات أو صار فيه أي شيء تاني بيني وبينه ليه ما كان محمد خيري بين بيناتكم علما أنه لما عملنا مرة تحية لأستاذ صباح فخري أنا سختار محمد خيري يكون بيتصور لي بيطلب لأستاذ صباح فخري تمام بيتصور لي بلسماته يعني مؤخرا أنه في بيناتهم يمكن صار شوية مشاكل أو كذا يمكن هذا كان سبب كبير أنه ما يكون موجود شو رأيك باللي عم يعملوا محمد خيري محمد خيري طلع من عبائت ومدرسة صباح فخري ونشر هيدا اللون القدود الحلبية وأبدع فيه خارج حلب وهلأ اليوم محمد فنان عربي يعني أول شيء موجود له تحية كتير أول شيء موجود له تحية كبيرة محمد صديق لألي من زمان ولهلأ محمد شخص وفي يعني فنان وأنا وقت بنزل لحلب هو نزل لحلب وأنا كان عندي حفلة عنا حفلة بنفس المكان أنا بالعيد أنا قبل بيوم وبعد بيوم أجى وحضر حفلتي وغنينا مع بعض شو غنيته قدود؟ غنينا قدود حلبية طبعا وأنا تاني يوم قال لي إذا ما يعني أنا بدك تجي لحضر حفلتي لأجي وفعلا أنا جيت أنا ما بحضر يعني ما بطلع لأجيت لأني أنا كتير بحبه فـ تحب تمشي على خطاة؟ محمد شخص زكي تعب كتير باللبنان أنا بعرف تعب كتير تعب جدا مقرر تتعب مثله؟ يعني عم نشتغل على هذا الموضوع مقرر تكسر يعني تروح على العصراني أكتر على ما يطلبه الجمهور اليوم أكتر أكيد طبعا أعلم بحراب بهالصوت ما نسمع قدود أكيد أكيد طبعا أكيد طبعا أكيد طبعا أكيد طبعا في فهمك الجميل فيه سعادة للشق وللعليم فإذا تفتحت الشفاء ثوانيا نورته دنيانا وأحييت القتيل فقتيل حبك فقتيل باسمك فقتيل حبك ليس يحيي سوى أنواري تغرك إنه يرضى القاتل على'd جعني ببسمة لتبخلي جعني بنظرة لتبخلي لا 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 jets علي بقبلة لا 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 reicht ما يب postيل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة